شهدت نقاط حدودية في القطاع الغربي جنوب لبنان اشتباكات ضارية بين حزب الله والقوات الإسرائيلية وأكدت باعة الجيش الإسرائيلي الدفعة بفرقة عسكرية جديدة إلى داخل الجنوب اللبناني لتوسيع العملية البرية للحديث عن العملية البرية عن التحركات انضم إلينا الآن في الستوديو زميل علي رباح الصحفي فئة تلفزيون العربي علي أهلا بك معنا نفهم معك أكثر وبأكثر تفاصيل الأوضاع على المستوى البرية التحركات البرية إلى أين وصلت سونيا يعني من الواضح بأن اليوم يشهد تطورات ميدانية متسارعة على طول الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة هناك اشتباكات في أكثر من نقطة وإن كانت تتركز منذ ما بعد منتصف ليل أمس على منطقة راميا تحديدا آخر نقطة وآخر بلدة في القطاع الغربي وهي أيضا تقع قبالة بلدة عيتا الشعب الاستراتيجية بالنسبة للطرفين طبعا إذا ما عدنا إلى عدوان تموز عام 2006 في بلدة راميا وإذا عدنا أيضا اليوم إلى بيانات حزب الله المتتالية منذ ما بعد منتصف ليل أمس كان هناك أكثر من عملية لحزب الله ومحاولات توغل إسرائيلي باتجاه بلدة راميا حزب الله تحدث اليوم عن تفجير عبوتين ناسفتين بقوات الاحتلال المتوغلة إضافة إلى رشقات صاروخية باتجاه القوات الإسرائيلية في شوميرا وأيضا قبل قليل كانت تدوي صافرات الإنذار في زرعيت إضافة كل هذه المناطق بطبيعة الحال هي مناطق عسكرية مغلقة أعلنها الجيش الإسرائيلي قبل قليل وأيضا كان هناك أكثر من نقطة اشتباك إذا ما دخلنا أكثر على الخارطة بطبيعة الحال نتحدث عن أكثر من نقطة اشتباك خاصة في خلة وردة خلة وردة هي منطقة نعم خلة وردة هي تقع بين عيت الشعب وراميا وهي طبعا هي منطقة حرجية تسللت إليها قوات الاحتلال كان حزب الله شفاف جدا في بياناته اليوم تحدث عن دخول ربما العنوان الأبرز اليوم هو دخول القوات الإسرائيلية إلى لبنان طيلة الأيام الماضية كنا نتحدث عن محاولات تسلل ولكن اليوم نتحدث عن تواجد القوات الإسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية خلة وردة علي جيش الاحتلال كان يحاول الدخول من نقاط عدة ما نفهمه هو أنه تمكن من دخول عن طريق خلة وردة وهي منطقة حرشية هل المناطق الحرشية الأسهل في التوغل؟ هي حتى هذه اللحظة لأن بطبيعة الحال نتحدث عن كثافة نيران كبيرة جدا قبيل دخول قوات الاحتلال كنا نتحدث يوم أمس عن عشرات الغارات التي استهدفت إذا أمكن أن نعدل هذه الخارطة لنذهب أكثر في تفاصيل الجغرافية للمنطقة خلت وردة طبعا هنا تقع ما بين بلدة راميا وما بين عيت الشعب هي منطقة حرشية كما قلنا وهي كانت تستهدف بكثافة كبيرة من النيران يوم أمس كنا نتحدث عن عشرات الغارات العنيفة جدا أيضا بالعودة إلى الشهور الأولى من تغطيتنا في تلك المنطقة الغارات كانت عنيفة وهو ما أتاح التخمين بأن إسرائيل تعتقد بأن هذه الأحراش فيها ربما أنفاق لحزب الله ولكن الأخطر اليوم ربما وهو ما تحدث عنه حزب الله قبل حوالي الساعة من الآن هو توغل الجيش الإسرائيلي من خلت وردة باتجاه القوزح القوزح هي بلدة تقع ما بين عيت الشعب وراميا طبعا حزب الله في بياناته قال بأنه صد محاولة التسلل ولكن حتى بموضوع صد محاولات التسلل بدنا نتحدث عن عمق أكبر للجيش الإسرائيلي أسألك الآن عن العمق ربما نتحدث عن أكثر من كيلو مترين باتجاه بلدة القوزح ولكن بطبيعة الحال لا يمكن التحدث حتى هذه اللحظة عن تمركز لقوات الاحتلال في أي بلدة من هذه البلدات نتحدث عن محاولات واشتباكات متواصلة حتى بلدة عيت الشعب الاستراتيجية بالنسبة لكل الأطراف على سبيل المثال خلال عدوان تموز عام 2006 لم تسقط البلدة رغم أنها كانت تعاني من اشتباكات طيلة أيام الحرب الثلاثة والثلاثين وربما يعيد التاريخ نفسه مع خلة وردة مع رامية ومع بلدة القوزح هذا تطور لافت جدا علي ولكن أيضا يقابله تطور آخر ما رصده مراسلنا منذ قليل في حيفا وحديثه عن وصول عدد غير مسبوق من الطائرات التي تنقل المصابين هذا يدل عن التصدي من حزب الله وهذا ما جاء في بيانات الحزب بالفعل التصدي الكبير نتحدث في بياناته عن عبوات ناسفة عن رشقات صاروخية إذا ما عدنا إلى الخارطة الأولى بطبيعة الحال نتحدث عن رشقات صاروخية باتجاه زرعيد شلومي وأكثر من منطقة شتولة أيضا إذنم ناحم وأكثر من نقطة وهو بطبيعة الحال حزب الله يعتمد استراتيجية جديدة ثلاثية إنجاز التعبير الأساس اليوم بالنسبة لحزب الله هو لصد الهجمات على طول الشريط الحدودي أيضا رشقات صاروخية باتجاه المواقع الإسرائيلية وتجمعات لقوات الاحتلال في العمق طبعا نتحدث على الشريط الحدودي ولكن هو على قناعة بأن معظم الإمدادات لقوات الاحتلال على الحدود تأتي من هذه المستوطنات شتولة زرعيد شوميرا وإذنم ناحم إضافة إلى الرشقات الصاروخية في العمق الإسرائيلي ليس فقط في حيفا تبرية صفض إضافة إلى الوصول إلى تل أبيب ولكن ليس فقط القطاع الأوسط أو القطاع الغربي الذي يشهد هذه الاشتباكات العنيفة إضافة إلى القطاع الغربي كان هناك اشتباك اليوم في مارون الراس وأيضا تحدث حزب الله عن أنه استهدف تجمع لقوات الاحتلال داخل مارون الراس وهذه للمرة الأولى إضافة إلى ذلك كان هناك في بليدة اشتباكات من نقطة صفر بحسب طبعا بيانات حزب الله وإن كان التطور الآخر اليوم وهو ما تحدث عنه حزب الله في بيانه قبل حوالي الساعة تقريبا كان هناك استهداف للطير وحنين بالقنابل العنقودية المحرمة دوليا عندما نتحدث نحن عن القنابل العنقودية وهي القنابل غير الواضحة وغير المرئية وبالتالي يمكن أن تنفجر هذه الأجسام بأي شخص إذا ما عدنا إلى السنوات أو عقود إلى الوراء يعني عانت الدولة اللبنانية مع المنظمات الإنسانية لإنهاء هذه الظاهرة من كل الحدود ما بعد تحرير الجنوب اللبناني خلال عام 2000 إذن معظم الشريط الحدودي اليوم يشهد المواجهات العنيفة جدا حتى تكون الصورة أوضح أين تتمركز هذه الدبابات والأليات الإسرائيلية هي المناطق التي تقع فيها الاشتباكات حاليا باستثناء خلالة وردة التي يحاول فيها الجيش الاحتلال الولوج اللافت سونيا أيضا بحسب بيان حزب الله يوم أمس بأن الدبابات الإسرائيلية لم تدخل حتى هذه اللحظة إلى داخل الأراضي اللبنانية ربما خشيا من استهدافها أو لتكرار نموذج عام 2006 حيث كان استهداف الدبابات سهل جدا بسبب طبعا امتلاك حزب الله لصواريخ موجهة ومضادة للدروع معظم المناطق التي دخلها الجيش الإسرائيل هو دخل منفردا من دون آلياته أقل وحتى هذه اللحظة ودخل تحت غطاء جو عنيف جدا من الغارات الإسرائيلية العنيفة وأيضا من القصف المدفعي وهذا ما كنا نشاهده قبل قليل بعدسة الزميل بشير أبي راشد المتواجد أيضا في بلدة رميش المقابلة لكل هذه المناطق الدفع بقوة عسكرية من الجنب الإسرائيلي لمسندة القوات الموجودة الآن في هذه الاشتباكات ماذا يعني عليه؟ بالتوقيت طبعا هذا يأتي تزامنا مع حديث رئيس الوزراء الإسرائيلي قبل قليل عن أنه طلب من الأمم المتحدة إبعاد قوات اليونفل عن الشريط الحدود جنوبي لبنان عندما نتحدث اليوم عن قوات اليونفل فالمقر الرئيسي هو في النقورة نعم وكانت الاشتباكات الضارية في رأس النقورة قبل يومين اشتباكات عنيفة جدا حاولت بعض الآليات وبعض الدبابات اختراق الحدود باتجاه بلدة النقورة وأيضا تم استهداف قوات اليونفل بحسب بيانات لقوات اليونفل ولكن تم صدها في أكثر من محاولة وتم تدمير آلية وأيضا تم تدمير دبابة قد تكون هذه التعزيزات آتية إلى القطاع الغربي تحديدا وربما تحاول إسرائيل قبل قليل أيضا كان هناك حديث للجيش الإسرائيلي عن محاولاته للعمل على كامل الحدود بحرا حتى المزارع شبعة في الغرب وبالتالي في الشرق وبالتالي نتحدث عن طول الحدود وهي 120 كيلو مترا من رأس النقورة وصولا إلى مزارع شبعة شكرا جزيلا لك علي على كل هذه الإضاحات وسنواصل معك في كل مرة محاولة تبسيط وتفصيل ما يجري على الميدان